موسيقى مشاهدي العزاء مرحبا بكم في هذه الحلقة من شاهد على العصور سنوات الفرص القادمة أريد أن أتحدث في هذه الحلقة تحديدا عن الإرهاب كالظاهرة كما هو معلوم الإرهاب عبارة عن رسالة عنف عشوائية تتجه إلى هدف معين لا يعرفه إلا من يدفع بهذه الرسالة ولها نتائجها المدمرة والإرهاب له أشكال منها الاغتيار السياسي منها التفجير عن بعدة منها اختحام الأماكن وتدمرها منها العدوان على الآمنين وتروعهم الإرهاب أحد الآفات الكبرى التي اتليت بها الإنسانية في العصر الحديث طبعا كان فيه زواهر إرهابية زمان كتيرة إنما الإرهاب يمثل قدرة من ليس لديهم تكافؤ في القوة مع الطرف الآخر في أن يزعجوه زي بالضبط الفيل والفار الفار ما يقدرش على الفيل فممكن يقرسه ويجري يسعه في حتة ويختفي هي دي المشكلة الحقية للإرهاب ومتابعة الإرهاب تقتضي جهد مشترك وتقتضي أيضا صبر ونفس طويل ومحدش يتصور قبل أن الإرهاب ممكن يغير شكل الحياة مش هيحصل عمر الإرهاب ما أسخط نظام حركة التحرر تسخط نظام صورة شعبية تسخط نظام إنما الإرهاب الأسود بمعناها اللي احنا عارفينه في التاريخ وفي السياسة لا يمكن أن يغير نظاما قائما على الإطلاق إنما يحتاج إلى صبر يزعج يؤرق يعطل حركة التطور يوقف النمو يؤدي إلى كثير من الأحداث السلبية التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على التنمية وعلى شكل الحياة لأنه ليس مثل الخائف اضطرابا وتوترا يعني ربنا لما قال وآمنهم من جوع وأطعمهم من جوع وأمنهم من خوف في الآية الكريمة فعلا الخوف شيء خطير جدا لما تبقى الناس غير آمنة على حياتها حسب إنها مروعة فيما هي فيه الحياة تبدو في هذه الحالة شديدة الصعوبة شديدة القتامة ولذلك الأمن إحدى النعم التي أنعم الله بها على البشر وليس كمثلها أبدا الإرهابي عايز يزعج عايز يؤرق عايز يقتحم أمن الآخرين لما طائرة تدخل في مبنى في وسط نيويورك مين كان حيقدر يخش نيويورك؟ ما لابد أن يكون عمل إرهابي أنت حتقدر تخش في قوة متكافأة للمواجهة بين قوات بلالدين وقوات جورج دابلي ومش؟ لا مش هيعصى كر وفر هروب في الصحراء اختفاء في الكهوف محاولات القيام بعمليات سريعة وخاطفة ومؤثرة العمليات الانتحارية مثلا بيبقى لك إنه عقيدة من نسميه إرهابي أحيانا تصل إلى حد إنه الفارغ بين الحياة والموت مش موجود ده بيباد بالليل وبيعلن إنه حيفجر نفسه وعارف إنه رايح الدار الآخرة طبعا بيبقى مفاهمينه إنه رايح على الجنة بيقف يقول خطاب وهو حطت لبس زي معين كأنه عريس بيزف إلى العالم الآخر وأحيانا أمه بتزغرد بعد ما يقوم هو بالعمل الانتحاري ويعتبره شهيدا شهيد أو لا شهيد دي علموها عند ربي إنما اللي أنا بأكده إنه وصول الإنسان إلى حد اتخاذ خرار بالتضحية بحياته معناها أن اعتقاده جازم وراسخ بما يؤمن به وما يعتنق من فكر أو من توجهات الإرهاب له دورات في التاريخ ولم يتوقف أبدا في مراحل مختلفة منه الإرهاب آفة من آفات الكبرى في هذا العصر ومظن المدنية والحضارة الإنسانية كلها لم يهددها شيء مثل موجات الإرهاب كل شيء ممكن تواجهه كل شيء ممكن تنتصر عليه العدو الظاهر تقدر تتعامل معاه إنما العدو الخافي الذي لا تدري أين هو هي دي المشكلة وأستطيع أن أؤكد أنه لا يوجد بلد يمكن أن يحمي نفسه من الإرهاب 100% تفجيرات حصلت في واشنطن وحصلت في نيويورك وحصلت في لندن وفي مدريل وفي باريس وفي كل بلاد العالم طبعا في القاهرة وفي كثير من المناطق في هذه المنطقة الملتهبة من الشرق الأوسط الإرهاب يختلف عن الجريمة المنظمة الجريمة المنظمة بتستهدف أهداف شخصية إنما الإرهاب غالبا وراء عقيدة وراء فكر معين بغض النظر إذا كان هذا الفكر أسود أو إذا كانت هذه العقيدة مضطربة إنما وراء خلفية معينة الجريمة المنظمة لا مجموعة قراره يسرقه قطر مجموعة قراره يخشه على بنك ده موضوع تاني خالص الجريمة المنظمة إنما الإرهاب من حيث الشكل يتفق مع الجريمة المنظمة والإرهاب له جماعات في العالم وساعات بتتضافر من أجل عمل معين ويجملوا بعض يعني الألوية الحمراء مش عارف تعمل عملية للجيش الأحمر يعمل عملية لحركة كفاح في حتة معينة وشفنا حاجات كتيرة جدا يعني حادث أوبيك في فيينا اشتركت فيه أكثر من جماعة يعني فيه تعاون بين هذه الأجهزة زي أجهزة المخابرات اللي تحت الأرض العالم أيضا تحكمه سلسلة من الاتصالات والتعاون المستمر بين أجهزة الاستخبارات في العالم والقرار السياسي على السطح إنما أنت لا ترى ما يحدث في الباطل من تطورات موجة الإرهاب الأخيرة في مصر موجة طبعا يعني مؤسفة وكانت غير متوقعة لبلد يحتاج إلى التنمية يحتاج إلى الديمقراطية يحتاج إلى التقدم خارج من صورتين مرهق متعب المصريين دفعوا ضريبة غالية جدا في العقود الأخيرة من التهميش وتجريف الكفاءات وتهاوي العملية التعليمية إلى حد لا يتصوره أحد تراجع الخدمة الصحية ضعف البنية الأساسية حصل فيه مشكلات كثيرة جدا يعني مش بس حكاية انقطاع كهرباء وزحمة مواصلات اللي شوفوا المرور في القاهرة عليه أن يتساءل كيف سيكون مستقبل هذا البلد بعد عشر عشرين سنة إذا ظل الحال على ما هو عليه هل نبني عاصمة جديدة؟ هل نتوسع في هذه العاصمة؟ ماذا نفعل؟ أسئلة كثيرة تطرح نفسها بلد يحتاج أن يطرح هذه الأسئلة وأن يتحدث عن التنمية والتطور يواجه بموجات إرهاب على النحو الذي شهدناه في الفترة الأخيرة الإرهاب الأخير حيجي البعض يقول لي يعني بلاش تحط الجرز في رقبة القط بلاش تتصور أن الإخوان المسلمين هم من وراء هذا نعم حوافق معاك ورائحك ولكن ما رأيك في الدلائل والمؤشرات التي توحي بذلك؟ ما رأيك في تصريح الأخ محمد بلتاجي اللي قال إذا توقف السيسي الآن عن هذه الإجراءات اللي يكتعى تانيوم أو عزل مرسي سنتوقف عن كل شيء ويتوقف العمل العسكري في سيناء وفي الداشر وفي الخارج الارتباط واضح تمام وفي حاجات بتبقى ردودة على حاجات مباشرة ولذلك أنا في رأيي أخطأ الإخوان المسلمون كثيرا بهذه الممارسات ووضعوا نفسهم في نفس الخندق مع الجماعات الإرهابية كنا نتحدث دائما حتى من وراء قلوبنا على أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة دعوية يغلب عليها التحول السلمي والعمل السياسي الآن الأمر أصبح يحتاج إلى نقاش بعدما جرى في 3 يوليو وأنا قلت قبل كده كان أمام الإخوان في 3 يوليو فرصة تاريخية لتصحيح المسار والاندماج في العملية السياسية والاعتراف بالخطأ والاعتزار عنه ولكنهم لم يفعلوا واختاروا طريقا آخر على النحو الذي شهدناه جميعا ظاهرة الإرهاب تحتاج إلى جهود شعبية لموجهتها ظاهرة الإرهاب لا تستطيع لا الشرطة ولا القوات المسلحة وحدها مقاومتها تعتمد على معنويات الناس على قدرتهم على الارتفاع فوق أحداث العنف اليومية والمضي في الحياة العادية كما هي شوفوا اللبنانيين كانوا في الحرب الأهلية بيعملوا إيه مجموعة لما تحب تصهر ممنوع العربيات تمشي في خط التماس بين شرق وغرب بيروت إلا عربيات الأسعاف الناس عايزين يصهروا من الشرق في الغرب أو العكس يأجروا عربيات أسعاف مقفولة ويعدوا بيها إرادة الحياة هذه الشعوب صعبة قهرها إنما إذا كان هناك شعب يعرتعد ويخاف بسرعة ويصيب الهلع الدائم يستطيع الإرهاب أن يؤثر فيه بالتأكيد لن يقهروا في النهاية ولكنه ثوف يتعبه أكثر من أي شعب آخر شديد المراس قوي الشكيمة شوف الشعب العراقي وقوة شكيمته والذي مرة بكل هذه الظروف وكيف تحول هناك الموت إلى نوع من أنواع الحياة يعني فيه شعوب ترى أن الموت أحد المراحل الطبيعية للحياة شفتوا جنازة الفنانة صباح وكيف أحياتها الفرق الموسيقية ورقصات الدبكة وصييتها لأن هناك شعوب الفكرة الموت عندها ما هياش بهذه الدرجة التي لدينا والحضارة المصرية القديمة هي حضارة مقابر في معظمها نتيجة الخوف من الموت والإحساس بالحياة التانية قضية الموت اتشعلقت في ذهن المصر القديم وحطت علامة استفهام فاخترعت تحنيط وبنى الأهرامات وسعد دائما إلى أن يجعل من الحياة الثانية امتداد لحياة الملك أو الكاهن أو الخادم بنفس الطريقة التي عاش بها في حياتي أنا متذكر في التسعينيات كنت أعمل مع الرئيس الأسبق مبارك وظهرت موجة الإرهابات تفجيرات أمام البنوك كان فاكل شهر لمدان مر كل يوم تفجير في حتة وكان بقى لا فيه موجة مع الإخوان ولا حاجة لكن كان فيه عدم رضا عن نظام مبارك وكان فيه قوة بتستهدف هذا النظام لتقويضه أنا ما نعايز أقول لكم الراجل ده شهادة حق هو رابط الجائش جدا أنا أزعم أن محمد حسني مبارك من أكثر رؤساء مصر قوة في الأعصاد ولا يهتز بسهولة ولا يتأثر أبدا ولا ينفعل بالشكل الذي نتصوره عندما يرى أن هناك خاطرا داهمة أنا متذكر مر اختحم شاب ابن خاضي كبير منزله منزل الرئيس ودخل في رعونة وعمتر بالرصاص وختل والرئيس كان في أسوان وطلب مني استدعاء بعض الوزراء للمكتب في مكتبي ليتحدثوا إليه تليفونيا فأنا فلتت مني بقول له أفادي ما تخافش ده موضوع ما هوش سياسي ده موضوع عادي قلت نرفز عليها طبعا أنا ده خاف وأنا بخاف من حالي وأنا مش سياتي ولا مش سياسي مش مهم يعني مسأي يوم العمن المركزي أنا فاكر يوم التمرد وتعلام المركزي كان رابط الجائش ينام ساعات نوم العادية يطلب حظر التجول بهدوء بسرعة طلب يومها شعراوي جمعة من الدكتور وسام الباز أن يبلغ الرئيس بضرورة أن يظهر على التلفزيون ويتحدث إلى المواطنين لأنه ده مسألة مهمة جدا أن يتحدث الرئيس إلى شعبه في تلك الفترات الصعبة فعل ذلك مبارد ولكن كان دائما قوي الأعصار وأنت وحنروح بعيد لي يعني رجل تعرض لما تعرض له هذا الرجل في هذه السن المتقدمة ولازال متماسكاً هادئاً بغض نظر عن أوجاعه وأمراضه معناها من راجل قوم ومر بمحن ضخمة جداً لعل أبرزها وفاة حفيده المفضل المفضل لديه رحمه الله إذن واجه الإرهاب بقدرة كبيرة جداً على مواجهته يوم أبلغ أنا فاكر بمصرع رفعة المحجوب طبعاً انزعج ولكنه كان متماسكاً راجل نمر اتنين في الدولة بيقتل في عملية اغتيال في أحد شوارع القاهرة قرب أقر أكبر ميدان فيها إنما كان دائما استطيع أن يواجه الإرهاب بهذه القدرة شكل مرة لجنة برياسة مشيرة بغزالة ورسلني أكون مراقب في هذه اللجنة مع المجموعة لفاة وزير الداخلية ووزير الدفاع طبعاً ورئيس المخابرات العامة ورئيس المخابرات الحربية ومباحث أمن الدولة مجموعة جميلة جداً لمواجهة الظاهرة الإرهابية وكان يتعامل مع الظاهرة بشكل علمي تماماً يعني لم يصب في حياته في رأيي أنا بحالة من حالة الفزع وده أنا خدرة عصبية طبعاً أنا اختلف معاً أنا ممكن يجيلي فزع وكل حاجة زي كل البشر ربما أكثر لكن الرجل يمكن تربيته العسكرية نشأته في القوات الجوية تكوينه الجثماني يعني طريق تفكيره عموماً تجعله قادر على تجاوز هذه الأمور فالإرهاب في التسعينيات كان إرهاباً مشهوداً ولكنه واجهه بالمحاكم العاجلة والمحاكم العسكرية بالذات ونفذ أحكاماً سريعة في عدد من من حاولوا اغتيال رئيس الوزراء عاطف صدقي أو حاولوا اغتيال السيد صفوة الشريف أو حاولوا اغتيال وزراء الداخلية بالتوالي ومنهم الوزير حسن الألفي تحديداً زكي بدري تعرض لمحاولة الوزير حسن أبو باشا تعرض لمحاولة كادت تنجح وأصيب فيها مكرم محمد أحمد الكاتب الصحف الكبير تعرض لمحاولة كان واضح أنه يمكن تكون الجماعة الإسلامية في ذلك الوقت هي التي كانت تسعى إلى ترويع النظام وهز كيانه 30 يونيو يوم فاصل في تاريخ الشعب المصري لأنه لأول مرة يحتشد من أجل هدف واحد وتكتمع رموزه بلا سثناء لمحاولة تغيير وضع القائد وده اللي حصل يوميها وأنا في رأيي أن ده يعطي للرئيس السيسي كريدت يعني يعطي له ميزة كبيرة أنه استطاع أن يستثمر هذا الزخم الشعبي وأن يلبي نداء هذا الشعب وأن يتحرك ليقوم بحركة 3 يوليو عام 2013 يعني لعلنا نتذكر بالمناسبة نذكرني البعض بمحاولة اغتيال للرئيس اللي أسبق مبارك في أديسة بابا أنا شخصياً هو حكيها لي أنا وهو بس جيت في زيارة كنت سافر في فيينا وجيت في أوائل عام ستة وتسعين كان أول مرة أشوفه بعد محاولة الاغتيال وحكي لي شخصياً كيف أنه تدارك بسرعة عند انهمار الرصاص تجاهه إلى أن يطلب من قائد سيارته من السواق أنه يرجع عكسي في نفس الشارع اللي هو فيه لأنه ما كانوا عاملين له أكتر من تربيطة ربطية يعني انضرب في الأول في الشارع ده اللي مشكل وهو بلف بقى في ناس قاعدة فوق خناصة هتضرب إما عدى فلت من الاتنين دول الناحية التالتة هو حرق هذا التخطيط عليهم وبصفاء زهن شديد جداً وضبط أعصاب استطاع أن يتخذ خرار أن يعود مباشرةً ويقول له اتدور عربيتك في نفس الشارع اللي احنا فيه ويرجع تاني تجاه الاتجاه العكسي وبذلك أفلت من هذه المحاولة برضو محاولة برسعيد أيضاً كان لديه خدر كبير جداً من ربطة الجائش وأظن برضو دي أحد الفرص الضائع يعني يوم رجع بعد محاولة الاغتيار في أديسة بابا كان عنده فرصة يحيي جماهير شعبه ويعلن رغبته في الانصراف والتوقف عند هذا الحد للحكم إنما طبعاً اللي بيبقى عدى الكرسي غير اللي قاعد بعيد عنه الكرسي فيه كهرباء فيه مغناطيس محدش بيقدر يسيبه بسهولة ودي كل الناس اللي ييده في المياه مش زال ييده في النار اللي قاعد بعيده وليك آه ما كفاية كده وكل دي ناس قاعدوا وما بتيجي بتقول لك أنا عايز مدة واحدة مدتين بك كتير وبعد كده بقى الناس بيطعاعت عشان هم تقول لهم خليكوا فيقعدوا آه اللي أنا عايز أقوله إنه لما خرج فريق أول ساعتها عبد الفتاح السيسي ليعلن في المؤتمر الصحفي اللي حضروا الرموز اللي تحدثنا عنهم شيخ الأزهر بابا الكنيسة الابطية كان الدكتور برادعي قيادات سلافية قيادات حزبية إلى آخره قيادات القوات المسلحة أدركنا أن هناك شيء جرى تخطيطه بإحكام وبزكاء وهذه النقطة سوف تظل علامة مضيئة في تاريخ المشير السيسي أنه استطاع أن يقوم مثل هذا العمل الجريء في تلك الظروف الصعبة المعقدة وتحمل سنة كاملة كثير من الاستفزازات وربما الإهانات لقوات المسلحة ولكنه كان يبتلعها في زكاء مش عايز أقوله خبث ينتظروا اللحظة المناسبة ليرد للشعب المصري استقراره وكبرياءه ويسترد له هويته أنا فاكر برئيس عدل منصور قال خطبة مرة عجبتني جدا قال لقد تحمل المصريون أظن كنت أنا حاضروا يميها كان يوم تكريم بعض المثقفين في القصر الجمهور لقد تحمل المصريون القهر السياسي لقرون وتحملوا الضغط الاقتصادي لعقود ولكنهم لم يتحملوا أبدا العبث بالهوية والعبث الاقتصادي إلا سنة واحدة إلا الهوية هتجي تغير اسمي هتلعب في شخصيتي كل شيء هستحمله إلا لما تيجي تلعب في أصولي مصر بلد وسطية قائمة على الاعتدال الأظهر قلعة دينية فيها قائمة على القوة الناعمة في المنطقة لا يمكن أبدا تتحول إلى دولة مغلقة تضيع في زحام قوة أخرى ولا يعرفها أحد مصر يا حضرات بلد باركه الله في كل كتبه وبالتالي يصعب على أحد أن يقهروا هذه على الأقل خناعاتي ويامل لحظات كتبها ماشي في الشارع يوقفني نهاسي بكنا عارفين شكلي يقولوا إلى أين كنت ساعتها أقول لهم ليس لها بدون الله يكشف ومع ذلك مصر في حاجة دائبة يعني في ستر إلهي بيحميها سميه بقى السيدة زينة بسيدنا الحسين العدرة مريم كل البركات بتاعت أولياء الله من كل الديانات بتحيط بهذا البلد وتحميه عند اللزوق وأظن السيس استطاع أن يوجه هذه الضربة الزكية دون عنف لأنه كمان هو رجل متدين التدين بيدي صاحبه ثقة عالية في النفس وثقة عالية في من حوله وثقة قوية في شعبه طلب السيسي التفويد عشان يحارب الإرهاب والعنف ده كان في 26 يوليو وخرجت الجماهير أنا فاكر يميها وخرجت من كل فئات الشعب بعدد ربما يفوق 30 يونيو عيدا لأن الناس خلاص وثقوا في القائد أصبح لهم رأس مع مشكلة صورة 25 يناير إنها صورة بلا رأس تجمع حجد ليس له قيادة وهو ده اللي أزى الدنيا يعني لو الشباب يميها معرفش كان البرادعي ضليل من كده ولا لا أو آخرين وعملوا حزب سياسي وتقدموا نحو الانتخابات العامة باسم صورة 25 يناير لكتسحوا الشارع لكن الكل أخلى السبيل للجماعة الوحيدة المنظمة في ذلك الوقت وهي الإخوان المسلمين فقفزوا إلى مقاعد السلطة ببساطة إنما لازم نعرف إن خروج الجماهير بقى لتفويد السيسي في 26 يوليو كان قصة أخرى يعني نحن ندعمك في أن تقوم بما ترى أن تقوم به لمواجهة الإرهاب والعنف المحتمل خلاص عرفنا إن إحنا حنواجه تحديات مستعد الله حنواجه فترة صعبة مؤهلين للخوض فيها ونحن يعني ورائك أنا متذكر والله بكلم حد يوميها حد يعني كبير بقول له حتنزل الشارع قال لي صعب إن أنا أرفض للسيسي طلب بعد العمره طلب مننا كده يبقى لازم هنروح دي حاجة ما شوفناهاش يعني من أيام كاريزمو عبد الناصر مثلا الرئيس السيسي اتبع سياسة النفس الطويل مع موجة الإرهاب لما بيحصل حدث إرهاب بي ورده ما بتشوفش إنه مزعج بتشوف إنه حزيم يعني يعد بالثقر اللي قتله والشهداء ولكن مصر يا حضرات مستهدفة بشكل غير مسبوخ في تاريخ محاطة بعدوات من كل اتجاهات سينة بؤرة إجرامية يراد منها تحويلها إلى إمارة متطرفة تبدو كالشوكة في جنب مصر مسؤول إسرائيلي كبير قال من أيام مش عارف تابعتوها ولا لا قال إنه كل الدول العربية قابلة للتقسيم إلا مصر عصية على التقسيم إنما إنما المتاعب حتجلها من سينة محاولة التأسير في سينة والأمل في سلخ أجزاء منها بعيداً عنها ولكن كما نقول دائماً كل بوصة في سينة لها نفس قداسة كل بوصة في مدان التحرير الوطن لا يتجزأ يا حضرات الرئيس السيسي استطاع أن يقيم يعني محاولات أمنية ناجحة في الفترة التي تولى فيها قبل أن يتولى حتى رئاسة البلاد وهو زي الدفاع وأصبح عضواً في مجلس الوزراء يقبل كل التحولات وقبل أن يكون مرؤوساً لدكتور ببلاوي فترة وللأخ إبراهيم محلب فترة أخرى لأن الرجل كان على قناعة بأنه يؤدي عمل لهذا البلد وحتى في تغيير الوزاري لما قالوا ده حيطلع لما جهه محلب يعمل الوزارة إزاي رجل حيباً مرشح لأ بقي ولم يجد غضادة على الإطلاق فإن يكون عضواً في مجلس الوزراء يترأسه أحد زملائه في الوزارة السابقة أنا متذكر دعانا الفريق أول السيسي مع بعض القيادات الفكرية والمثقفين وكبار الشخصيات إلى التفتيش على حاجة اسمها الفرقة التاسعة كنا في منطقة دهشور ورأيته يعني ما لم أكن أتخيله يومها آمنت فعلاً أن الجيش المصري هو أكبر وأقدم جيوش المنطقة وأكسرها مهنية على الإطلاق شفت المدرعات في مساحة ضخمة جداً تتحرك هو كان ركب عربية يجيبه وبيمشي يتفقدها مكان مكان ويومها بقى قالوله كيف تتركنا المثقفين وسألوا عد الإمام وسألوا دكتور يحيى فخراني واتكلمت يومها السيدة نشو الحوفي حتى وتشنجت وبكت أمامه يعني كيف تتركونا إلى الإخوان بهذه السورة رد ردوداً عاقلة ولم يتورد في تصريحات تكشف اتجاهاته وقال إننا يعني خدموا هذا الشعب وأبنائه نأتمروا بأمره عند اللزوم إشارة زكية جداً أن الدعم الشعبي هو الذي يحركني ولا يحركني شيء آخر الرئيس مبارك اللي أصبق إلى ما اشتغلت معه ثمان سنوات من 85 إلى 92 أستطيع أن أقول أنه كان ينظر إلى الإرهاب باعتباره تطرف ديني بالدرجة الأولى وكان يحاول أن يواجه الإخوان بس أنا يعني أأخذ عليه أنه لم يتجه الاحتواء الظاهرة وهي في بدايتها أنا شخصياً حاولت وقلت أن الأخ مختار نوع جاي لي مرة مفوض من سيد عمر التلمساني لكي نتحدث عن إمكانية الحوار مع النظام كنا في التمانينات لسه في الأول وعمرة المساني كان يعرفني وحتى دايماً اللي بفكرني بالحكاية دي الأخ المحايم المعروف مختار نوح الذي كان إخوانياً في يوم من الأيام ثم خرج من الجماعة أيضاً التقيت صف الإسلام البنة ابن الإمام حسن البنة عدة مرات والتقيت الدكتور أسامي العلياني الذي كان يأتيني في مكتبي بصفة منتظمة نتحدث على إمكانية حوار ولكن ذلك لم يتم كان هناك دائماً من يفسد التواصل وربما كان هذا يأتي من جانب الإخوان المسلمين لأنهم لم يكونوا جدين في الحقيقة في أن يتعاملوا مع أي نظام إلا وفقاً لأجندتهم هم كل شيء في زينهم مرحلي الديمومة التي هي لله وحدة يظنون أنها فقط لهم وردعوتهم يعني أنتم فاكرين والله أنا اندهشت مرة توني خليفة في برنامج جاب أحد رموز الإخوان وجايب له عالم مصر وعالم الإخوان يقول له أيهما أفضل يقول له لا إجابة يعني عالم مصر لا يعلم عالم الإخوان فقال له شعار الإله اللي أقول له هي حتى قال له يعني لا تعارض لكن عمره ما نزل بشعار الإخوان عن الشعار الأعلى والأسمى في ذهنه فدي بتبقى حؤن تفاصيل بتجري في الدم وتربية من الصنع أنتم تفكرين أن الإخوان يعني يقبل واحد كده بيجي له وهو عنده خمسين ستين سنة قول له أنا بقيدي إخواني سلام عليكم لا أمد حيعملوا على أنه تابع فقط ويعملوا على أده ويعتبرون دول أصدقاء الإخوان لكن الإخواني لا بد أن يبدأ من سن مبكرة وأن يتعوض الطاعة العمياء وأن يقبل الأوامر وأن يستعد للتضحية وأن لا يناقش فيما يكلف به من تعليمات كل الأمور دي كان مبارك يتحدث عنها دائما ويرى أنه ضرورة مواجهة الإرهاب ولكن فيه نقطة خطيرة جدا في عصر الرئيس مبارك لا بد أن أعترف به وهي إيمانه المطلق ودي جزء من مدرسة 23 يوليو للأسف إيمانه المطلق بالتعامل الأمني مع الزواهر الخارجة على القانون تعامل سياسي ما فيش إنك تعمل حزب خوي يخش في حوار مع الإخوان المسلمين ويقدر يشغل الساحة ويمشي على الأرض ويتحرك ما تراش تعمل التانيين ناجحون في ذلك وقادرون على الحجد والوصول لسناديق الانتخابات والتربيط بسرعة هذه قضية كبرى لا بد أن نعترف بها وهي فشل للأنظمة التي جاءت بعد 23 يوليو من التعامل السياسي مع القوى الأخرى عبد النصر كان معتمد على الكريز والتاعتم تقوله ديمقراطية ديمقراطية ده ناس بتشير به العربية عنده استفتاء شعبي كل يوم أنور السادات اعتمد على التهدئة وعلى من شغل به الناس من قرارات مفاجئة ومواقف قرارات الحرب وقرارات السلام يعني كان عصره مزهول عصر مبارك لكان فيه لا حرب ولا ثورة فكان يجب أن يتفرق في التلاتين سنة دول لتربية كوادر سياسية حقيقية الفقر اللي احنا شايفينه ده عدم وجود كوادر سياسية سببه عدم وجود تربية سياسية وأنا قلت أمام الرئيس السيسي هو لسه مشير قبل الانتخابات بأيام أنني أتمنى دراسة تجربة مرزمة الشباب إنما مع الاختلاف خلاص العصر اختلف مانيش عايزة تيجي تقولي قوالب وكل الناس المنشية وتمشي في اتجاه واحد لا تربية سياسية مع التعددية يجب أن نقيم تنظيمات لأن دي مهمة الأحزاب والأحزاب في مصر ضعيفة فلا تربي كوادر سياسية فليس أمامك إلا أن تعتمد على تربية سياسية من جانب الدولة دون أن تضع الدولة في ذهن هؤلاء الشباب ما تريد أن تقول لا إنما تعلموا الأسس الوطنية تجعلوا يقف على أرض مصرية في النهاية هو هذا الذي يعنيني ويعني كل واحد يسعى لصالح هذا البلد الجماعات الإرهابية كان دايما عندنا أحساس بين روليات المتحدة الأمريكية بتقف إلى حد كبير وقفة متعاطفة معها وازدواج المعيير في سياسة أمريكا أمر محير للغاية وهذا ما سوف نراه حالا العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والإرهاب علاقة يعني لابد أن نتلمسها وأن ندركها وأنا في رأيي من البداية بدأت من الاحتلال السوفيتي السابق لأفغانستان وتربية كوادر إسلامية لمواجهة ذلك الاحتلال وصارع الدول زي السعودية ومصر وكل الدول الإسلامية إلى دعم المقاومة الإسلامية في أفغانستان ضد التداخل السوفيت باسم العقيدة وباسم الإسلام في مواجهة دولة الشرعية كبرى في ذلك الوقت طيب لما ينتهي هذه المقاومة النزة هتروح فين؟ وهي دي المشكلة بقى من هنا بدأت المدارس الأولى للإرهاب فبقى عندنا مدرسة أفغانستان والعائدين منها مدرسة تانية مدرسة البصنة والعائدون منها برضو دي كانت مجموعات بتحارب السرب وجبروت سرب البصنة بالذات وانتهت المهمة وتشتتوا وتجمعوا فيما بعد ليقوموا بأدوار أخرى انتو عارفين أسوأ شيء انك تسرح قوات مسلحة تانية ما هي دي الغلطة اللي حصلت في العراق بريمر بقى الله يمسيب الخير نكب العراق نكبة تاريخية يوم محل الجيش العراقي وتحت مسمى اكتثاث البعث الجيش ده لما تسرحه هيشتغل حساب نفسه خلاه بدأ يعمل تفجير هنا بـ 300 دولار يعمل خبطة هنا بـ 1000 دولار وحيعمل ايه الناس؟ ما عندهاش أسر ما عندهاش داخل الأسر بتاعتها عندهه أسر طبعا فبالتالي كان هذا هو الاختلاف الحقيقي بين الفهم الأمريكي للمنطقة والفهم الصحيح له والولايات المتحدة الأمريكية لم تتحرك ضد الإرهاب إلا لما تلسعه خصوصا في حكاية صفارتائها في كينيا وتنزانيا ثم اقتحام برج التجارة في نيويورك كما هو معلوم ومحاولة التحليق فوق البنتاجون وكان يعني الأمر مدهش للغاية ومخيف للغاية ولا زال لغز 11 سبتمبر 2001 مفتوحا ومحلا للتساؤلات كيف تمكن هؤلاء الطيارون البدائيون من منطقة الشرق الأوسط أيا كان تدريبهم القيام بهذه العمليات كيف سمح المجال الجو الأمريكي لطائرات أن تقوم بهذه الأعمال سؤال تاني هل هناك خدمات دوجستية قدمت من على الأرض لهذه الطائرات داخل الولايات المتحدة الأمريكية هل صحيح ما يقال من أنه لم يكن هناك يهودي واحد في برج التجارة في ذلك اليوم وأنهم تغيبوا شائعات بنسمعها إذن نحن أمام حالة من حالات التوصيف العميخ جدا لفكرة المؤامرة في التاريخ أيا كانت هذه المؤامرة إنما بنى عليها الغرب والولايات المتحدة الأمريكية عشرات المواخف في الخارج سواء في أفغانستان سواء في العراق سواء في الشرق الأوسط سواء في أحداث الربيع العربي حدثها وسميها كما تشاء السؤال الآن ماذا نقول عن تنظيمات جديدة داعش بيت المقدس في مسميات جديدة ظهرت هؤلاء موليد جدد لتنظيم القعدة وأكثر شراسة يعني أنا لازلت أتذكر أيضا التنظيم الزرقاوي في تسعينيات القرن الماضي وفي أوائل هذا القرن وكيف كان يفعل في بغداد وماذا فعل في العراق إلى آخره دور الولايات المتحدة الأمريكية في تصنيع الجماعات الإرهابية دور قائم والبعض يعني بيؤمن بنظرية أنه هو كل شوية عايز يخلق لك عفريت تخاف منه فييجي يقولك أنا حلحاك فيتواجد في المنطقة أول مرة في غزو العراق للكويت جه عشان هو يتصور نفسه الراعي لسيادة واستخلال الدول ويخود التحالف لتحرير الكويت وتخويف العراق ماشي بعد كده يحصل أزمة إزقاط نظام صدام بالكامل في 2003 فيأتي إلى المنطقة لحماية المنطقة ومنابع البترول ودول الخليج ده الظاهر للناس دلوقتي بدأ التحالف لمواجهة داعش ويسبق من دلوقتي ويقولك العملية هتاخد سنوات طويلة يعني أبشر بطول سلامة يا مربعو أنا قاعد معاك ولن أتركك أبداً إنما في زهنهم إنه ممكن يعمل ضربات جوية كده زي فرح العمدة إنما الزحف الأرضي على العرب والمسلمين أن يقوموا بذلك وكانوا منظرين على الجيش المصري ولكن السيسم صح صح طبعاً ويعلم أن هذا الأمر ليس أمر سهلاً وله شروط دونها دونها لا يمكن أن يقوم بأي عمل من هذا النوع على الإطلاق السؤال اللي بيفرد نفسه بقى قرب نهاية هذه الحلقة هل حينتهي ما يمكن أن نسميه إرهاب جماعة الإخوان المسلمين؟ هل ظاهرة الإسلام السياسي المتجزرة منذ بدايات القرن الماضي سوف تكتب لها النهاية سريعة؟ لا أظن ذلك ولا أظن أن إفناء فكر الإخوان المسلمين ممكن بهذه السهولة بقى فكر تراكم وتربى على مدى حاجة وثمانين سنة وعرف السجون والمعتقلات والزنازين والاغتيالات والتنظيم السري والعمل المسلح وحرق القاهرة وحرق مش... لا هذا عملية كبيرة قوي هذا التراكم أبو حاجة وثمانين سنة فكر أنك حتنهيه في خلال سنة أو اثنين؟ لا إنما ما قمنا به هو خطوة أولى أنت عملت إيه؟ أنت قضيت على الصورة التقليدية والنمطية لجماعة الإخوان المسلمين في ذهن العامة في مصر لأول مرة منذ سنة 1928 حتى الآن أنت قضيت على هذه الصورة النمطية التي كانت تستدعي التعاطف وتجعل المسلم يشعر بأن هؤلاء يعني من القريبين من الله وعلينا أن ندعمهم وأن نتعاطف معهم وأن نصوت لهم في الانتخابات المختلفة هل الجماعة لا يزال لها مستقبل؟ أنا رأي أن مشكلة الجماعة أنها ليست جماعة محلية إنها جماعة دولية تقوم على الأممية الإسلامية لها وجود في كل أقطار الدنيا وأنا من أي جولات في الخارج بأشعر أن الصورة ليست كما نتصورها في مصر لا هناك لذالت بقايا لفكر الإخوان المسلمين هناك تعاطف في بعض الجيوب معهم في بعض الدول التي لا تتصور أنها يمكن أن يوجد فيها متعاطفون مع الجماعة تجد متعاطفين هناك حتى هذه اللحظة بما في ذلك وخصوصا في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وأظنكم شفت لما الرئيس الرئيسي سراح والألاف من المصريين الطبيعيين اللي موجودين هناك كانوا بيدعموا وجوده وبيهللوا لظهوره وهناك جماعات أخرى تستهتفهم بالعنف والمتابعة والشرطة طبعا الأمريكية زي البوليس في أي حتة كان بيحاول أن يوقف احتمالات الصدام بين الفريقين أنا في رأيي أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة طويلة النفس تحتاج إلى مراجعة سياسية قوية تحتاج إلى أن تفتح مع نفسها ومع غيرها صفحة جديدة تحتاج إلى ما نسميه فقه المراجعة ما لم يراجع الإخوان المسلمون تاريخهم ويعترفوا بأخطائهم ويعتذروا عن جرائمهم لا يمكن لهم أن يجدوا مكانا على الأرض المصرية مثلما كان الأمر من قبل الدنيا تغيرت أنا شفتك الدرجة التعاطف معاهم بشكلها إيه وكيف تحولت هذه الدرجة فيما بعد إلى خضر كبير جدا من الرفض والاستهجان لدور الإخوان المسلمين وسياستهم وسنة حكمهم كأنما أراد الله أن يجعل سنة حكمهم دليلا على فشلهم وعدب خضرتهم على مواصلة الطريق في مستقبل هذا البلد الذي يحتضن أظهر يكفي أن يتعرفوا أنهم كانوا ضد الأظهر وضد إمامه الأكبر ومحضرين عندهم كل ما يريدون بينما لا يوجد لديهم لا مبدع واحد ولا حتى رجل دين عالم كبير يعني إنك باستثناء القارضاوي باستثناء بعض النماذج الباقية إنما لا يوجد لديهم علماء عبد الرحمن البر هو ده اللي يمكن الوحيد اللي عندهم اللي يسمينه مفتي الجماعة عضو مكتب الإرشاء الدنيا تغيرت الكل ترك المصر معظمهم الآن في تركيا بعضهم كان في قطر البعض الآخر فر إلى السودان بعضهم قد يكون مختفي داخل البلاد وأشك في هذا كثيرا إنما يعني إيه تلقى الإخوان المسلمون ضربة لم يتلقوها لا في عصر النقراشي ولا إبراهيم عبدالهادي ولا جمال عبدالناصر ولا أنور السادات والحسن مبارك وهذا يدعونا إلى أن نتساءل ما هو الطريق إلى المستقبل وسوف يكون حديثنا في الحلقة القادمة عن ما فعله الإخوان بعد 30 يونيو وما هو مستقبل علاقتهم بالوطن اسمحوا لي أن أقول لكم في نهاية هذا الحلقة أشكركم كما هو الأمر دائما وأتمنى لكم التغفير في ناس درها يكون في المعارضة أيا كان من في الحكم أنا شفت عناصر هو كاره كل من يحقق توقير مبارك للقضاء تاريخيا شيء أنا أشهد به لأنه والده كان موظف في المحكمة لماذا أعطي يا مبارك الفرصة في أن يلقي خطبة للدفاع عن نفسه ولم يعطى مرسل كل من يقف على أرضية وطنية مصرية ويرفض الإرهاب وليس عليه إدانة خضائية هو ابن صالح لهذا البلد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة